تتواصل الاستعدادات في كربلاء لإحياء مناسبة زيارة النصف من شابان التي تبلغ ذروتها الأربعة حيث توزع أكثر من 700 موكب وهيئة خدمية على الطرق الخارجية وفي المدينة كما تم نشر العشرات من المفارز الطبية وسيارات الإسعاف تقدم المواكب والهيئات الخدمية الطعام للزائرين ممن قدموا من محافظات أخرى لكن الحاجة إلى الماء والسوائل تبقى أساسية ويستمر تقديمها لساعات طويلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بدى هذا العام أن عدد الزائرين أقل من السنوات السابقة حيث كان توافدهم يبدأ قبل وقت مبكر من حلول موعد مناسبة النصف من شابان ويبدو أن ارتفاع درجات الحرارة والأعمال الحربية وانشغال الطلبة بالامتحانات أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع أعداد المشاركين بإحياء مناسبة النصف من شعبان هذا العام لإذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد كربلاء